بسبب الظروف المادية الصعبة كان الكثير من هؤلاء الطلاب سيفقدوا فرصة الاستمرار في تلقي العلم رغم عدم توفره ولو بالحد الأدنى في ظل استمرار حرب الميليشية على الدولة قررنا بتسجيلهم وانضمامهم إلى المدارس قمنا بالتبرعات وبفعل صندوق اجتماعي لهذه القرية لتحقيق بعض المشاريع الخيرية لا يقاس تقدم الدول وتطورها إلا بمدى اهتمامها بالتعليم وإعطاء الطلاب حقهم في الاهتمام والتشجيع وتوفير كل ما من شأنه أن يسهم في تفجير طاقاتهم وإظهار بداعاتهم اطلاقا من هذه المعاناة بادر أبناء القرية بتكوين صندوق خيري لتخفيف المعاناة عن أبناء القرية وها هو اليوم صندوق ساقبة الخيري يحقق أول هدف من أهدافه حيث قام بتدشين مشروع الحقيبة المدرسية وقام بتوزيع 143 حقيبة مدرسية على عدد 143 طالب وطالبة من الصف الأول الامتدائي وحتى الصف التاسع مبادرة شبابية في قرية ساقبة بمديرية المواسط نجحت في توفير الحقيبة المدرسية لهؤلاء الطلاب كي يتمكنوا من الالتحاق بمدارسهم فهم مستقبل الوطن الذي يعول عليه نحن الطلاب نشكر صندوق ساقبة التعاوني على توفير الحقيبة المدرسية وأتمنى منهم الوزيد الفرحة في وجوه الطلاب من نجاح هذه المبادرة تكادلات وصف فهم كما يقولون أن التعليم لهم بمثابة الهواء الذي يتنفسون مبادرات شبابية بدأت تظهر هنا وهناك تحاول قدر المستطاع سد فراغ غياب الدولة القصري فوز الحمادي قناة بلقيس تعز